بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة اللي فاتت واللي قبلها بدأنا ملف التغذية المثالية وأساسيات الغذاء واتكلمنا عن كل ما يتعلق بالغذاء ووصلنا للفيتامينات والمعادن وده هنكمله النهاردة اتكلمنا الحقيقة الحلقات اللي فاتت سواء الحلقة السابقة أو قبل السابقة اتكلمنا عن موضوعات مهمة جدا اتكلمنا عن موضوعات مهمة جدا في التغذية سواء التغذية بنسبة للأطفال من بداية السنة التانية أو التغذية للكبار اتكلمنا عن قواعد التغذية الحداشر ارجعوا لهم اتكلمنا عن الفئات الحساسة للتغذية اتكلمنا عن أساسيات الغذاء وهم البروتينات والدهون والكربوهايدريت والمية والألياف والفيتامينات والمعادن ومن خلال الحلقة قبل السابقة برضو بدأنا الكلام بالبروتينات والدهون وكملنا الكلام والمعلومات الأسبوع اللي فات وغطينا المعلومات الضرورية عن الكربوهايدريت وأهمية المية والألياف والفيتامينات والفيتامينات زي ما قلنا اتأسمت لقسمين القسم الأول هو الفيتامينات التي تزوب في الدهون وهم فيتامينات A وD وE وK وبعد كده اتكلمنا عن القسم الثاني من الفيتامينات وهي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وهم فيتامين به مجموعة فيتامين به وهم فيتامين به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر والفوليك أسد كل ده كلمنا عنه الحلقتين اللي فاتوا كلمنا عن كل حاجة من دول المصادر بتاعتها أفضل المصادر الغذائية اللي يزود امتصاص الفيتامينات دي اللي يقلل أو يمنع امتصاصها في الجسم وهكذا وفي الحلقة اللي فاتت كان فاضل الكلام عن بعض المواد الفيتامين سي وبعض المواد الأخرى والكلام طبعا عن المعادن وده اللي هنعمله النهاردة قبل ما نبدأ الكلام لازم أرجع أفكر حضراتكم برضو بأننا وده بحسب المتفق عليه دوليا الآن بين الهيئات الغذائية قلنا قاعدة مهمة جدا أننا لما بنتكلم عن مصادر الفيتامينات والمعادن من مصادرها الغذائية فليس هناك داعي لذكر الكميات اللي بتكون في أغلبها بالميلي جرام والمايكرو جرام بمعنى أننا بمجرد حرصنا على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن دول بشكل منتظم وكأسلوب حياة غذائي فمن المؤكد أننا بنكون بنوفي احتياجات جسمنا وأجسام أطفالنا طبعا من العناصر المهمة دي وبنسيب تحديد الجرعات الدقيقة اللي بالميلي جرام والمايكرو جرام وهكذا للأطباء لما يكون في احتياج بقى لتناول المركبات دي من الفيتامينات والمعادن في صورة مركبات دوائية بقرار واحتياج طبي زي ما قلت الحلقة اللي فاتت وطبعا احنا في كلامنا عن الفيتامينات في الحلقة اللي فاتت كنا بنقول لكم ايه أهمية العنصر دا للجسم زي ما قلت وايه مصدر الغذائية المختلفة وايه اللي يخلي الجسم دا يمتصه أحسن وايه اللي ممكن لقدر الله يمنع انصاص العنصر دا وعدم استفادة الجسم منه هنكمل بقى دلوقتي وجهة دور على الفيتامين الشهير جدا وهو فيتامين سي فيتامين سي من أقوى محفزات جهاز المناعة طبعا ما فيش شك في الكلام دا غير كده هو كمان له وظايف تانية مهمة جدا زي مثلا تصنيع مادة الكولاجين ومادة الكولاجين دي هي اللي بتدي الجسمنا الشكل اللي احنا فيه دا يعني نقص الكولاجين يخلي الجلد كده فقير ومترهل وضعيف وهكذا فيتامين سي كمان مسؤول عن إعادة نمو الأنسجة وإنتاج إنزيمات النواقل العصبية فيه ناس فاكرة ان فيتامين سي دا بتاع المناعة بس لا دا له علاقة بالنواقل العصبية زي ما سمعت وهو وله علاقة بخفض الكولستيرول وللأسف أنا بقول لأسف يعني الجسم دايما بيحتاج لفيتامين سي لانه الجسم ما بيحتفظش بيه كمخزون عشان كده لازم نمد جسمنا دايما بفيتامين سي طيب ايه أغنى مصادر فيتامين سي من الغذاء طبعا أنا عارف دلوقتي حالة لما قلت فيتامين سي الناس كلها قلت طبعا الموالح بقى واللمون والبرتقان وكده صح لكن دول مش أغنى المصادر ودي مفاجأة أغنى مصادر فيتامين سي على الإطلاق هم الزعتر، الفلفل الأصفر، الجوافة، الفلفل الأخضر، اللامون، الكرومب اللي بيتحط في السلطة، الكيوي، البرتقان، البروكلي، الفراولة، البطاطس، البقدونس دول أهم مصادر فيتامين سي من حيثه الكمية يعني أي عنصر من اللي أنا قلتهم دول بالترتيب كده العناصر الغنية فيتامين سي ثم الأقل ثم الأقل وهكس فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد يعني لما ناخد دواء في حديد أو ناكل حاجة فيها حديد يستحسن جدا أننا ناكل حاجة فيها فيتامين سي يوم الحديد يمتص أحسن بيزيد امتصاص بقى فيتامين سي شخصيا بعنصر السلينيوم وده هنتكلم عنه في حلقة النهاردة لأنه من المعادن المهم تمام؟ وفيتامين إي طب إيه اللي بيقلل امتصاص فيتامين سي؟ اللي بيقلل امتصاصه استخدام قواني الطهي المصنوعة من الحديد وحبوب منع الحمل وأدوية علاج التشنجات والمسكنات وبايكاربونات السوديوم هتقولولي هو في حد ممكن كده ياخد بايكاربونات السوديوم ده أنا هقول لكم بايكاربونات السوديوم دي كلنا كده بنقعد ناخدها كتير قوي بناخدها في شكلين المخبوزات كلها بيتحط فيها بايكاربونات السوديوم فلازم ما نحطش كتير بيحطوا فيها الناس اللي بيخبزوا يعني السوديوم بايكاربونات أو بايكاربونات السوديوم عشان تمفش وكده العجينة لكن خطورته بقى في الفوار عارفين الفوار الناس كتيرا بياخدوه بعد الأكل يقولوا إيه عشان يهضموا كتير ده سوديوم بايكاربونات ده يمنع امتصاص فيتامين سي خالص تمام؟ فيه برضو بعض المواد الأخرى المهمة للجسم غير فيتامين سي بقى وبرده بتدوب في المياه دي مهمة قوي أن أتكلم عليها قبل المعادن الحقيقة يعني خلصنا كده الكلام عن الفيتامين سي المواد دي زي البيوتين مادة اسمها البيوتين دي بتدوب في المياه برضو والبيوتين ده ضروري لإنتاج الهرمونات الجنسية وضروري لصحة الشعر والبشر البيوتين ده موجود في الخميرة والكبدة والبقول والحبوب الكاملة والبيض والحليب ومشتقاته البيوتين ده بيتمنع امتصاصه في الجسم ما بقى خلوا بالكم البيوتين شوفوا أهميته القصوى اللي أنا قلتها دي طب إمتى بقى ناكل الحاجات دي كويس وزي الفل طب بس الجسم ما يستفدش منها يتمنع امتصاصه لما يتاكل البيض الناي فيه ناس يقولوا الله هو البيض الناي بيتاكل في المايونيز عارفين المايونيز والحاجات اللي بتتحط دي المايونيز بيتعامل بالبيض الناي فده يمنع امتصاص مادة البيوتين كمان بيتمنع امتصاصه في عمليات تصنيع الأطعمة مادة تانية برضو مهمة هي اسمها الفلافونايدز الفلافونايدز دي من مضادات الأكسادة حفظنا مضادات أكسادة يبقى فيه حماية للقلب على طول الفلافونايدز دي موجودة في أغلب الفواكه الحمضية موجودة في البرتقان والكيوي والجريب فروت واليوستفاندي وهكذا مادة تانية برضو مهمة قوي اسمها الإينوسيتول الإينوسيتول دي لها وظيفة غريبة جدا يعني الجسم البشري ده يعني والله العظيم معجزات من عند ربنا سبحانه وتعالى وظيفة الإينوسيتول دي هي تبليغ الرسائل داخل الخلايا يعني الخلايا لو تبعت رسائل لبعض بتحمل على مادة الإينوسيتول دي المادة دي طب موجودة فين؟ موجودة في الفول السوداء طب على فكرة دي وظيفة مهمة جدا وظيفة معقدة جدا لأن دي اللي بتدي الأردارات عشان نتحرك وعشان نفكر وعشان ناخد قرارات وهكذا موجودة في الفول السوداني موجودة في البرتقال موجودة في البقول وآخر المواد المهمة اللي بتدوب في المياه هي مادة اسمها الكولين ومادة الكولين دي بتشارك في حرق الكوليستيرول والدهون لتأمين الطاقة للجسم وكمان بتدخل في تصنيع النقلات العصبية داخل الخلايا مادة الكولين موجودة في صفار البيض والكبدة والكلاوي والخص والخضار اللي ورقه أخضر والبقول المواد التلاتة الأخرانية اللي أنا قلتهم يعني باستثناء البيوتين اللي هم يبقى فلافونايدز والإينوسيتول والكولين بيتمنع امتصاصهم في الجسم في حال تصنيع الطعام أو شرب الكحول ويعني دي الحاجات اللي تمنع امتصاصها خلاص كده كده نكون خلصنا الكلام عن الفيتامينات كل الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمنا اتكلمنا عنها واتكلمنا عن أهميتها ومصادرها وإيه اللي بيزود امتصاصها وإيه اللي يمنع امتصاصها دلوقتي الدور على إيه بقى؟ على المعادن واللي قلت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت إن المعادن بتفيد الجسم فيه مسارات مختلفة عن الفيتامينات مرة تانية هكرر ونبي حضراتكم المعادن بتحافظ على التوازن بين كل سوائل الجسم والتركيب العضوي للهرمونات وقوة العظام والأسنان وضبط ضغط الدم وشفاء الجروح ونشاط العضلات والأعصاب المعادن بتنقسم برضو لمجموعتين المجموعة الأولى اسمها المعادن الأساسية والمجموعة التانية اسمها المعادن الندرة أو التريس ألمنت المعادن الأساسية هي إيه؟ الكالسيوم والسوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور والكولورايد والكابريت دي اسمها المعادن الأساسية على فكرة وصف المجموعة دي بالأساسية سببوا إنها متوفرة في الجسم بكمية أكبر مش عشان هي أهم من المجموعة التانية يعني هي موجودة في الجسم بكمية أكبر إنما المجموعة التانية بقى اسمها المعادن الندرة بتبقى موجودة بكميات قليلة ايه هي بقى المعدن الندرة الحديد النحاس الزينك المنجنيز السيلينيوم اليود الكروم الفلورايد وعنصر اسمه المولبيدنوم هنبدأ على طول عشان عندنا يعني كلام كتير قوي عايزين نخلصوا الحلقة دي هنبدأ بالكالسيوم والكالسيوم ده أهميته انه بيحافظ على قوة العظام والأسنان وبينظم عمل الأعصاب والعضلات وضروري للتجلط الطبيعي للدم الكالسيوم كمان ضروري لتنظيم الإنزيمات وتنظيم ضغط الدم الكالسيوم موجود فين؟ موجود في الحليب ومشتقاته كل الناس عارفة كده موجود في السمك كل الناس عارفة كده لكن هل ناس كتير تعرف انه من أغنى مصادر الكالسيوم هو السمسم؟ السمسم واللوز والخضار اللي ورقه أخضر اي خضار ورقه أخضر مليان كالسيوم انا بقول كده عشان الأمهات والأطفال فيتامين دي والإينوسيتول والفوسفور والماغنيسيوم بيساعدوا الجسم أنه هو يمتص الكالسيوم كويس في حين أنه فيه مواد تانية تمنع انتصاصه زي ايه؟ زي الكميات الكبيرة من الملح الناس اللي بيحطوا ملح كتير على الأكل والملينات وبعض الأدوية المدرة للبول وبعض المضادات الحيوية والجرعات الدوائية الكبيرة من أقراز فيتامين به المركب عرفتوا بقى الناس اللي بياخدوا فيتامين به كل يوم كل يوم ممكن يبقوا مش منتبهين أن فيه زيادة عن الحد في الجسم مش بس ده له خطورة لكن بيمنع الجسم ده من امتصاص الكالسيوم عشان كده التوازن يا جماعة مهمة قوي ومهم أن احنا ما ناخدش حاجات عمياني ومهم أن احنا ناخد الفيتامينات والمعادن مبدائيا من مصادرها الطبيعية قبل ما نلجأ للدواء تاني المعادن الأساسية اللي هنتكلم عنه هو السوديوم وده اللي بيشتغل مع البوتاسيوم لتنظيم سوائل الجسم والتوازن الحمضي القلوي في الجسم عشان كده السوديوم مسؤول عن إيه؟ ببساطة مسؤول عن ضبط ضغط الدم ومسؤول عن عمل الأعصاب والعضلات السوديوم موجود فين؟ موجود في ملح الطعام والأطعامة الملحة اللي هي أصلا يعني فيه أنواع كتيرة موجود في كتير قومة جبنة والأسماك والسلصات وهكذا البوتاسيوم والكولورايد يساعدوا على امتصاص السوديوم طب إيه اللي يمنع امتصاصه؟ بعض الأدوية المدرة للبول بعض المضادات الحيوية وأدوية الإسهال تالت المعادن الأساسية هو البوتاسيوم وزي ما قلنا وظيفه مع السوديوم بخلاف أهميته الخاصة بقى لتوازن ضربات القلب ومهم كمان هو لاندفاع الدم المضبوط عبر العضلات البوتاسيوم موجود البوتاسيوم ده مهمة قوي يا جماعة البوتاسيوم مهمة قوي للقلب والجسم بشكل عام البوتاسيوم أهم مصادره الغذائية إيه؟ الموز الطماطم البطاطا الأفوكادو التفاح الطمر اللي هو البلح الجزر البروكلي البرتقان الرضة السمك الفراخ اللحمة الحليب ومشتقاته والسوديوم والكولورايد بيساعدوا الجسم على امتصاص البوتاسيوم بينما اللي يمنع امتصاصه زيادة الملح والقهوة والكحول وأدوية اللي بتتاخد لما اليوريك أسيدي بعالي لأدوية النقرس وبرضو بعض مدرات البول وبعض المضادات الحيوية والملينات الماغنيسيوم هو رابع المعدن الأساسية وبرضو هو ضروري لوظائف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة والحفاظ على أداء القلب وقوة العظام وبرضو مهم التوازن الكالسيوم الماغنيسيوم ده موجود في الفصولية الخضرة من أهم مصادره المكسرات الخميرة الخبز الكامل الماكرونة البسلة المأكلات البحرية الفواكه المجففة الكالسيوم وفيتامين دال والفوسفور يزودوا امتصاص الجسم للماغنيسيوم طب إيه اللي يمنع امتصاص الجسم للماغنيسيوم بأهميته دي؟ مضادات الحموضة وبعض الأدوية المدرة للبول وبعض المضادات الحيوية والكحول أما خامس المعادن الأساسية فهو الفوسفور وبرضو هو مسؤول عن قوة العظام وإنتاج الطاقة موجود في اللحمة والسمك والحليب ومشتقاته موجود في المكسرات والردة والقرع العسلي وحبوب السمسم وبزور عباد الشمس على فكرة دي بتتحط أحياناً كتير دلوقتي في المخبوزات وبتتعامل أحياناً في الشربة كمان والكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين دال يزودوا امتصاصه والعكس الألمونيوم يمنع امتصاصه أما سادس المعادن الأساسية فهو الكولورايد وده اللي بيؤدي الوظائف الأساسية للمعادن زي ما خلاص كلنا حفزنا تنظيم التوازن السوائل في الجسم تنظيم ضغط الدم الحفاظ على توازن الحمضي القلوي وهكذا الكولورايد متوفر في ملح الطعام في الزتون في صلصة الطماطم في الجبنة بأنواعها الفول السوداني السوديوم والبوتاسيوم يساعدوا على امتصاص الكولورايد والحمد لله لن فيش حاجة تمنع امتصاصه أما المعدن السابع والأخير من المعادن الأساسية فهو الكابريت وعلى فكرة بيسموه معدن الجمال لأهميته الكبيرة لصحة جمال البشرة والشعر والأظافر هو كمان ضروري جدا عشان الجسم يستفيد من البروتينات والودور برضو مهمة أوي في حماية الخلايا من عمليات الأكسادة على فكرة الكابريت كمان ضروري جدا في تصنيع الأدوية المضادة للتسمم الكابريت موجود في البيض واللحمة والسمك والفراخ والكبدة والقلب والكلاوي وموجود كمان في السبانخ والمكسرات والفواكه المجففة والخبز بأنواعه البيوتين يساعد الجسم على امتصاص الكابريت وبرضو الحمد لله أنه ما فيش عنصر تاني يمنع امتصاصه هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل كلامنا والدور هيكون على المجموعة التانية بقى من المعادن وهي المعادن الندرة يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقة النهاردة في يحكى أنه والنهاردة هي الحلقة التالتة والأخيرة في ملف التغذية واللي بدأنا مع حضراتكم من حلقتين سابقتين في الجزء الأول من حلقة النهاردة اتكلمنا عن فيتامين سي وبعض المواد القابلة لزوبان في الماء وبدأنا الكلام عن المعادن وكلمنا عن كل المعادن الأساسية أرجوكم ارجعوا لهذا الأمر على وسائل التواصل وطلعوا كده عنصر عنصر وعرفوا أهميته وهكذا هنتكلم دلوقتي عن المجموعة الثانية من المعادن اللي بيحتاجها الجسم وهي المعادن الندرة وقلنا إن كلمة المعادن الندرة أو التانية الأولانية اللي اسمها المعادن الأساسية مش معنى إن حاجة أهم من حاجة لكن معادن الندرة الجسم بيحتاج منها كميات ضئيلة جدا عشان نحصل على فوائدها العظيمة جدا المعادن الندرة هم إيه؟ هما الحديد والزينك والنحاس والمانجانيز واليود والكروم والمولبيدينوم المولبيدينوم ده بيلخبطني في الكلام وطبعا الفلورايد والسيلينيوم هما تسع معادي هنبدأ كلامنا بالحديد الحديد بيعتبر من أهم ركائز جهاز المناعة وطبعا بخلاف ده هو محفز للنشاط الزهني ومسؤول عن نقل الأكسوجين في خلال جسم وإتمام عمليات النمو بشكل سليم أهم مصادر الحديد إيه؟ هي اللحوم الحمرة والكبدة والعتس البني فاكرين لما كلمنا عن العتس والطمر والأرسيا والرمان والملوخية والمأكلات البحرية والفراخ والبتنجان والسبانخ والتفاح والموز والكمترة والجرجير والتين البرشومي والطماطم والعسل الأسود سبحان الله يعني أنا فعلا عايز أعلق على تنوع المصادر بهذه الغزارة شوفوا قد إيه لما العنصر بيبقى مهم للجسم ربنا سبحانه وتعالى يوفروا في عناصر كتيرة جدا من الغذاء وعلى مدار السنة صيف وشتا وربيع وخريف فواكه وغير فواكه أطعمة وهكذا علشان الجسم ما يبقاش حاجة مهمة أو ينقصها فاللي ما بيحبش يأكل كذا هيلقيه في علاقي الأهمية دي هيلقي العنصر المهم ده في حاجة تاني وهكذا دي يعني دي من رحم من نعم ربنا سبحانه وتعالى التي لا تحصى علينا يا الحديد بيزيد امتصاصه جدا بوجود فيتامين سي وبيقل امتصاصه جدا جدا بسبب إيه بقى؟ بسبب الشاي والقهوة والمسكنات وأدوية علاج النقرس وأدوية الحموضة وحاجة غريبة جدا تمنع امتصاص الحديد اللب عارفين اللب؟ تعال تسالي ده اللب الكتير ده يمنع امتصاص الحديد فخلوا بقى لكم لأنه فيه ناس كتير قوي عندهم عادة كده أكل اللب بكل أنواعه اللب ده خطر على امتصاص الحديد بيقللوا يعني تاني المعادن الندرة هو الزينك والزينك يعتبر القلب النابض لجهاز المناعة يعني يشوفوا بقى الناس كتير قد تتكلم عن المناعة الزينك ده في قلب جهاز المناعة كده غير كده الزينك كمان بيدخل في عمل حوالي 300 إنزيم من إنزيمات الجسم مهم جدا برضه لعملية التمثيل الغذائي اللي هي الميتابوليزم مهم قوي الزينك لصحة الجلد والأخشية المخاطية والتقام الجروح طيب أهم مصادر الزينك إيه؟ اللحوم الحمراء غير المصنعة يعني إيه غير المصنعة؟ يعني السوسيس والباستيرما واللانشون والحاجات دي كلها لحوم بس ما فيهاش زينك خلاص؟ إيه تاني مهمة قوي من مصادر الزينك؟ البقول بقول بأنواع المكسرات والمكسرات على فكرة يدخل فيها هنا الفول السوداني يعني الفول السوداني والكاجو واللوز كل دي مصادر غنية قوي بالزينك البيض الشوكولاتة الغمئة اللي هي الشوكولاتة الدرك اللي هي الداكنة الحليب ومشتقاته بس كده لا ده لسه قائمة طويلة الزينك موجود في التوم والطمر والعسل السود والرمان والأفوكادو والكيوي والجوافة والسمسم والمحار والبطاطا والفاصولية الخضرة والأمح والرز والشفان والكنواء والحبهان اللي هو الهيل والزعتر الجاف والكمون والكراويا والبقدونس والكركم والينسون والزنجبيل أو الجنزبيل مرة تانية شوفوا التنوع الكبير في المصادر عنصر خطير ومهم جدا وقلب جهاز المناعة ربنا سبحانه وتعالى يوفروا في عشرات من الأغزية تمام؟ فيتامين A وفيتامين D يساعدوا الجسم على امتصاص الزينك كويس وبالعكس يتمنع امتصاصه ازاي بقى؟ يتمنع امتصاصه بسبب الشاي والقهوة وبعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية وإذا زاد الحديد عن مستواه الطبيعي في الجسم يا سبحانك يا رب يعني الحديد اللي لسه شوف بنقوله أهميته بنقول أهميته عاملة ازاي؟ لو زاد بقى في الجسم أنا هنا بتكلم عن الناس اللي بياخدوا بقى إقراس حديد وكذا لأنه الأغزية المصادر الغزائية ما بتخوفناش اللي يخوفن دايما المركبات الدوائية لو الحديد زاد يقوم الزينك يقل امتصاصه تالت العناصر اللي مهمة قوي الندرة في الجسم هو عنصر النحاس وهو تالت المعادن الندرة وناس كتيرة قوي قوي ممكن ما يكونش عندهم تصور عن أهمية العنصر ده يعني الناس كلها يقولوا إيه؟ الحلل النحاس بتاعت زمانه لا النحاس يا جماعة ده عنصر مهم جدا للجسم عشان كده عايزة أعرف حضراتكم بلوقتي على وظيفه المهمة والخطيرة النحاس ضروري لحرق الدهون وضروري للاستفادة من الحديد والمحافظة على التركيب الطبيعي للأنسجة النحاس كمان ضروري جدا لسلامة عضلة القلب وضروري لنشاط جهاز المناعة وصحة الجهاز العصبي وبيحافظ على أخشية خلايا الدم الحمراء على الغشاء نفسه طيب النحاس هذا العنصر الجميل هذا المعدن النادر الجميل موجود فين؟ موجود في المأكلات البحرية زي المحار والكابوريا والاستاكوزا وهكذا موجود في الكبدة والكلاوي والطحال موجود في المكسرات موجود في الحبوب الكاملة موجود في الخوخ منتجات الصوية الزنك والحديد يساعدوا على امتصاص النحاس وامتصاصه بيقل أو بيتمنع خالص بحاجات غير متوقعة زي إيه؟ زي الجرعات الكبيرة من مكملات الزنك الزنك بقى اللي هو في صور الدواء أو الجرعات الكبيرة من الحديد والجرعات الكبيرة برضو من فيتامين سي ومضادات الحموض المعدن النادر الرابع هو المنجنيز وأهم وظيفه على الإطلاق إنه بيشارك مع الزنك والنحاس في مركب أساسي مضاد للأكسادة داخل الجسم ده غير إن المنجنيز بيشارك في حرق الكربوهيدريت والدهون المنجنيز ضروري للنشاط الزهني المثالي وموجود فين؟ موجود في المكسرات وحبوب السمسم والردة والشفان والبقول والتوت البري والسبانخ إن حاس والزنك يساعدوا على امتصاصه ولا شيء يمنع امتصاصه والحمد لله أما المعدن النادر رقم خمسة فهو اليود وده بقى له وظيفة خاصة شوية لإن اليود هو المكون الأساسي لهرمونات الغدة الدرقية واللي بتنظم معدلات الميتابوليزم والنمو والاستفادة من البروتين اليود موجود في أنواع الملح المعززة باليود موجود كمان في المحار والأسماك وبعض أنواع التحالب البحرية تحديدا في اليابان يعني اللي بتاني بها السوشي اللي هي اللي بيلفه فيها السوشي موجود برضه في الحليب ومشتقاته موجود في البيض السيلينيوم يساعد على امتصاص الجسم لليود وما يمنع امتصاصه عناصر غذائية غير متوقعة إذا زادت عن الحد في أكلنا زي الليفت والأرنبيت ونوع صغير قوي من الكرومب بيستخدم في الصلطة بس مش كرومب الصلطة العادي لا ده نوع تاني أصغر أنا بس مش عايزة أقول اسمه يعني هو صغير قوي قد اللمونة كده وغالي قوي فده لو زاد في أكلنا ده يمنع انصاص اليود فبالش منه عشان كمان غالي قوي المعدن النادر رقم 6 هو معدن الكروم والعنصر ده له وظيفة عجيبة بقى فعلا الكروم ده الكروم ده ضروري لعمل الإنسولين الطبيعي داخل الجسم يعني مش إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا إنسولين الكروم ده ضروري عشان الإنسولين ده يشتغل بشكل طبيعي كده وضروري لدخول الجلوكوز إلى الخلايا ده عنصر الكروم ناس كتيرة أول ما تعرفش عنه حاجة زي النحاس كده ناس كتيرة ما تعرفش عنه حاجة ده غير إنه بيشارك في حرق الدهون والبروتينات الكروم موجود فين؟ موجود في صفار البيض اللحمة الحمرة الكبدة الحليب ومشتقاته خلاص حفظنا بقى الحليب ومشتقاته يعني الجبن والزبادي وهكذا الحبوب الكاملة المكسرات البطاطس الفلفل الحراء يعني ودي حاجة يعني خارجة عن الصياق شوية غني قوي بالكروم والسبانخ والبرتقال وقشر التفاح قشر التفاح يعني في ناس كتير أصلاها لما تيجتاكل التفاح بتأشر القشر لا القشرة دي غنية قوي بالكروم والكروم ما فيش حاجة بتساعد على امتصاصها ولا حاجة تمنع امتصاصه يعني الحمد لله هو متفرد كده وهو هنا بيشترك في الصفة دي مع المعدن النادر رقم سبعة وهو الملبيدنوم فاكرين الفيلم ده الملبيدنوم ده ده عنصر من المعدن النادرة برضو وبرده له وظيفة غريبة قوي في الجسم الملبيدنوم ده وظيفة متخصصة قوي هو ضروري لعمل الإنزيمات المسؤولة عن التخلص من نفايات الجسم وكمان مسؤول عن إزالة سموم بعض المركبات الغذائية الملبيدنوم ده موجود في البقول والحبوب والحليب ومشتقاته والسبانخ والأرنبيت والبسلة والدرة موجود كمان في الكبد والكلاوي العنصر الثامن وهو قبل الأخير من المعدن الندرة هو معدن الفلورايد وقزين أنتو بتسمعوا كتير قوي في الفلورايد ده له علاقة بالأسنان لأنه فعلا بيحافظ على الأسنان من التسوس وكمان بيحافظ على اللون الطبيعي للأسنان وبيقوي العظام الفلورايد ده مش بس موجود في معجون الأسنان على فكرة أصل دايماً يقولوا معجون الأسنان غني بالفلورايد لا الفلورايد موجود في الشاي الخفيف لو شربناه بكميات قليلة وموجود في حاجة مهمة جداً موجود في عظام الأسماك هتقولي لي لو احنا بنكل عظام الأسماك لا بس عظام الأسماك دي اللي بتعمل منها الشربة بتاعت السيفود موجود فيها العنصر الفلورايد ده مهم فلما تتعمل شربة بجزء من النسيج بتاع العظام بينزل في الشربة دي موجود كمان في الجبنة وتحديداً الجبنة الشيدر غنية جداً بالفلورايد بالإضافة طبعاً زي ما قلت للأنواع المختلفة من معجون الأسنان اللي بيبقى مكتوب عليها أنها معززة بالفلورايد الكالسيوم بيساعد الجسم على امتصاص الفلورايد وبالعكس بيمنع امتصاصه في حالة طبخة في أواني ألمونيوم أواني الألمونيوم دي يا جماعة خطيرة شوي خلاص؟ يعني بيتمنع امتصاص حاجات كتيرة أول تمام؟ أما المعدن التاسع والأخير من مجموعة المعدن الندرة فهو معدن اسمه السيلينيوم والسيلينيوم ده بيشتغل مع فيتامين E لعمل الإنزيمات المضادة للأكسادة بخلاف دخوله في تركيب هرمونات الغدة الدرقية السيلينيوم موجود فين؟ موجود في المأكلات البحرية موجود في الكبدة في البيض في اللحمة في الحبوب الكاملة فيتامين E واليود بيساعدوا على امتصاصه ولا شيء يمنع الجسم من امتصاصه والحمد لله كده نكون خلصنا كلامنا عن كل الفيتامينات وكل المعدن اللي بتحتاجها أجسامنا هنطلع بقى الفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم عشان نقولكم على بعض النصائح المهمة جدا يحكى أنه مازال متواصل موسيقى أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة النهاردة في يحكى أنا والحقيقة أنا يعني قبل ما هبدأ كلامي مع حضراتكم عايز أقول لحضراتكم يعني حاجة يعني أي واحد فينا أحيانا بيقع في حيرة يعني أنا شخصيا وقعت في حيرة لما جيت يعني أشتغل على محتوى هذه الحلقات الخاصة بالتغزية وخصوصا لما الكلام بقى راح للفيتامينات والمعادن وهكذا تمام طيب يا ترى كان الصح أن الواحد يعني نعمل زي ما عملنا كده ولا أن احنا على مدار حلقات لها حصرة لها نعمل كده فقرة كده وكل حاجة نتكلم فيها عن حاجة معينة الحقيقة أنا حسيت أنه يعني والحمد لله أن هنا بقى السوشيال ميديا دي من مزايا السوشيال ميديا يعني أنه الحلقات كاملة موجودة على السوشيال ميديا يعني اللي عايز يتفرج على الحلقة بالكامل وما تابعش الحلقة أو تابع جزء منها أو تابع النهار ده بس ما تابعش الحلقات اللي فاتت الحلقات بالكامل موجودة وفي ميزة تانية أن الحلقة بتبقى مقسمة على السوشيال ميديا على وسائل التواصل يعني أقسام تمام؟ فبالتالي ممكن كل واحد يدخل يتفرج على الحتة اللي هو عايزة بس أنا الحقيقة برجوكم أنكم تعملوا كده والله برجوكم بجد علشان يبقى عندكم مرجع الفيتامينات والمعادن والكاربوهايدريت والدهون والبروتينات وتحديدا أنا أصدي على الفيتامينات والمعادن لأنه الشغل الشاغل دايما معاكو حق يعني ما فيش إنسان على وجه الكرة الأرضية ما يحبش أنه يعرف إيه الفيتامينات والمعادن اللي تفيد جسمه وبالتالي تفيد جسم أولاده أو أطفاله فعندنا فرصة هو أن إحنا عندنا إنسايكلوبيديا كده عندنا مرجع لكل الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا محتاجة إيه الفيتامين نوعه موجود فين إيه اللي يزود متصاصه إيه اللي يمنع متصاصه وهكذا عشان كمان ننمي ثقافة الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبعية تمام؟ هرجع أفكر حضراتكم أن إحنا استعارضنا على مدار 3 حلقات كل ما يتعلق بالعناصر الأساسية في التغزين وأصبح ضروري إغلاق هذا الموضوع الحيوي جدا والمتعلق بصحتنا وصحة أطفالنا ببعض النصائح الأمينة والمخلصة أول نصيحة الحقيقة عايز أقول كلمة عن علاقة المواد الغذائية دي كلها ببعضها وإزاي أن التوازن وعدم المبلغة وبرضو عدم التهاون هم مفتاح الحصول على كل فوائد الأغذية أضرب لكم مسأل يعني عشان تفهموا قصد أنا قلت لكم مثلا أن الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس الزنك والحديد يساعدوا الجسم على امتصاص النحاس بس في الوقت نفسه لو زادت جرعات الزنك والحديد خصوصا في المركبات الدوائية اللي بنقعد ناخدها دي يقوم الجسم ما يمتصش النحاس فهمته قصدي يعني كل حاجة لازم تبقى بالمعقول ولازم تبقى بالمضبوط نفس الحكاية مثلا لما تزيد مركبات فيتامين به فيتامين به المركب لو فيه كده دواء كده راس يقولك فيتامين به كومبليكس المركب حلو حلو آه بس لو زادت عن الحد في الجسم ها تقل يقل الكالسيوم فدي حاجات مهمة قوي التوازن يا جماعة مطلوب لا مطلوب ان احنا نبقى أوفر ونبقى زيادة عن اللزوم في أخذ الأدوية والفيتامينات والمعادن وأنا أظن يعني ما بتزهقوا مني لما قلوكم الفيتامينات والمعادن دي أدوية المركبات الدوائية فيتامينات والمعادن مصادر غذائية كله زي ما انتوا عايزين بس برضو ما تزودوش يعني كله زي ما انتوا عايزين واستفيدوا وخلوا أجسامكم تستفيد وكل الأعمارها تستفيد الأطفال وكبار السن والشباب والزوجات والبنات والولاد الصغار وهكذا تمام طيب تاني نصيحة عايزة أقولها إن لازم بقى فيه ضرورة للتركيز والوعي الحقيقي بقيمة المواد الغذائية زي ما لسه بقول في صورها الطبيعية وعدم الاستسهال أو اللجوء للمركبات الدوائية إلا في الضرورات الطبية فقط ما فيه حاجة اسمها الضرورة الطبية يعني فيه مثلا زوجة حامل ومستوى الحديد عندها ناقص فالدكتور أو الدكتورة اللي بتابعوها قرروا إنهم لازم تاخد حديد لازم تاخد فوليك أسد ليه؟ فيه مصادر غذائية مهمة على الفكرة كل الدكاترة الكويسين يقولك اوعي تهملي في الأكل يقوله للزوجة الحامل كده لازم تاكلي كذا وكذا 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 وتاكلي كبدة مرة في الأسبوع وتاكلي لحمة وتاكلي عتس وتاكلي رمان أو تشرب عصير رمان وهكذا خلاص لكن ممكن يكون فيه احتياجي بقى دي اسمها ضرورة طبية إنما بلاش اللي هو إيه؟ نقوم كده الصبحية ناخد فيتامين به المركب وناخد زينكو وناخد فيتامين سي وناخد يا عم طب ما تاكلوا الحاجات دي ما هي موجودة في عناصر غذائية جميلة وفرش ومش دخلة في عملية دوائية وهكذا دي نصيحة مهمة برضو أوي أحب إن أنا أقولها لحضراتكم تالت نصيحة بقى كان موضوعك كلمت عنه الحلقة اللي فات وقلت إن أنا أكلمكم عنه عن مكسبات الطعم الحاجة ده موضوع كبير قوي يعني موضوع كبير قوي وموضوع مش شائك ولا حاجة بس هو موضوع كبير لإنه الموضوع فيه حاجات مظبوطة وفيه حاجات شريرة جدا يعني في دول كتيرة جدا بيكون فيه إلزام إلزام إن أي مادة غذائية كده بسكوت عصير حلويات بتاع لازم يكتب المكونات بتشوفوا كده تمسكوا البتاع تقروا المكونات صح كده لكن فيه بلاد تانية ما بيعملوش كده بيتحايلوا على الموضوع ما بيكتبوش الحاجات دي وبتتباعوا وهكذا هتقولوا لي تم فيه رقابة آه طبعا بس المسائل دي بتبقى فيها فلتان كده من الرقابة في ده في كل دول العالم على فكرة فأنا عايز أقول لحضراتكم إن فيه مواد محددة إذا لقطوها يعني وإنتوا بتقروا كده ابعدوا عنها على طول زي إيه زي مادة اسمها إي مية أتلو كلمة إي حرف إي مية وإي مية واثنشر وإي مية سبع وعشرين خلاص وإي متين وعشرين وإي متين سبع وعشرين دول هتلاقوهم في البسكوت وموجودة فين بقى في الحلوات الطرية تمام كده الحلوات الطرية اللي هي زي الجلي والحاجات دي اللي بيجيبوها العيال كده على طول الأطفال وتلاقوهم بيبعوها في الكشاك وحاجات زي كده ويقعدوا يأكلوا فيها المواد دي خطر المواد دي خطر قوي برضو في مادة تانية اسمها إي مية وخمسين دي بتضاف لبعض المشروبات الغازية في مادة تالتة اسمها إي متين تسعة واربعين دي بتضاف لا الإي متين وخمسين بتضاف بعض المواد المياه الغازية والمقارمشات في مادة اسمها إي متين اتنين وخمسين دي بتضاف للحوم المدخنة وبتضاف للصصات مش بتلاقوا فيه حاجات بتتبعها كده الصصات فانتوا لو قريتوا بس إيه 252 لا إيه بدا خطر وبتضاف لبعض الأجبان لبعض الجبن خلاص طيب الحقيقة من المواد دي كلها بتؤثر سلبيا يعني مكسبات الطعم والحاجات دي كلها بتؤثر سلبيا خطورتها بتأثر جدا على مراكز مهمة أو في المخ زي مراكز التركيز ومراكز انتباه الحركة وبالتالي كسر التناول هذه المواد عند الأطفال مثلا غير بقى التساوس وغير بقى زيادة الوزن وهكذا لا دي بتؤدي المشاكل في التركيز فعلا وممكن تعمل فرطة حركة وتعمل سلوك عدواني عشان كده العيال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير الأطفال اللي بيأكلوا الحاجات دي كتير المقارمشات والحاجات اللي هي الجيلي والحاجات اللي مش عارف ايه والبسكوتات كده المجهولة دي والحاجات دي كلها بيكونوا عندهم قابلية أكتر لنقص التركيز وفرط الحركة وتشتت الانتباه فأرجوكم أرجوكم أرجوكم ابعدوا الحاجات دي عن إيدين ولادكم نصيحة برضو مكملة بقى لنفس الموضوع بس لحضراتكم بقى كبار وللأسف أنا بشوف أن في عائلات بيروحوا بولادهم مطاعم مخصوص عشان الصوصات بتاعت الجبنة السائلة يعني تبس لقى وتروحوا مطعم كده وتلاقوا فيه مكانة كده وتلاقي مسكين سندويتش ولا مسكين مش عارف حاجة ويعملوا كده زي مكان الأيس كريم ده وتلاقي نازل منها المفروض أن ده جبنة بس عايز أقولكم دي مش جبنة يعني أنا مش عارف أنتو عارفين الحكاية دي ولا لا بس دي مش جبنة دي بتكون عبارة عن دقيق ودهون ها وأحيانا بقى للأسف للأسف يعني مواد مطاطية مواد مطاط يعني بتاع بس بيتحطى عليها مكسبات طعم مكسبات طعم الجبنة فبتبقى أكناها جبنة وهي مش جبنة ودي شديدة الخطورة على الصحة فأنا بحذركم منها وبحذركم عشان خطر نفسكم وعشان خطر ولادكم يعني دي حاجة مهمة قوي ابعدوا عن الحاجات دي لو عايزين جبنة هاتوا جبنة معروفة هاتوا انزلوا كده هاتوا الجبنة المعروفة خلاص وبشروها أنتو في البيت أو اشتروها في المحل وخلوهم يبشروها يبقى أنتو عرفتوا أن الجبنة دي أنتو شفتوها هي كده بتحطوها بقى على بيتزا بتحطوها على مكارونا بتحطوها على تقى وما تزودوش برضو منه لأن الدهون فيها بتبقى كتير بس دي الجبنة المعرومة إنما صوصات الجبنة خطر جدا فأرجوكم خلوا بالكم لأن في مطاعم يعني سر شهرتها الموضوع ده يعني أن الناس بتروح لها عشان الصوص بتاع الجبنة ده يعودوا يمسكوا كده فتلاقي الجبنة نزلة زي ما يكون من الحنفية كده وده غلط جدا زي ما أقول ودي مش جبنة زي ما لسه بقول النصيحة اللي بعد كده عايز أقولها لحضراتكم هي نصيحة عن إن فيه كتير قوي من الأطفال ما بيأكلوش المأكلات البحرية يعني كتير قوي من الأطفال ما بيحبوش السمك بأنواعه أنا لاحظت الحكاية دي وإنتوا أكيد ملاحظين الحكاية دي وطبعا ده غلط لأنه المأكلات البحرية فيها فيتامينات A وD وفيها فيتامينات به 6 وفيها 12 وفيها كالسيوم ومغنيسيوم وسوديوم وكابريت وحديد وزنك ونحاس ويود وكروم وفوسفور وكلورايد وفلورايد وسيلينيوم كل دول موجودة في المأكلات البحرية فتخيلوا بقى لما يتلاقيوا طفل كده لا السنة أولادي ما لهمش في السمك حضرتك أو حضرتك كأب وحضرتك كأم حرمين ولادكو من كل العناصر اللي أنا بقول عليها دي آه فيه مصادر تانية إنما دي غنية قوي المأكلات البحرية غنية قوي بالمصادر أنا ليس قيلة فبقى هنا فيه ضرورة لتنويع طرق إعداد الأسماك والمأكلات البحرية نوعوا بقى في الأكل يعني ممكن يكونوا العيال أنا آسف يعني بقول العيال يعني عشان ولدنا يعني ممكن يكونوا بيحبوش سمك المشوي وميحبوش سمك بس تتصرفوا بقى اعملوا في الفرن اعملوا في الخضار يعني يتصرفوا أنا معرفش بقى تصرفوا زي أنتو العيال لازم تأكل سمك وتأكلوا مأكلات البحرية تمام سادس نصيحة عايز أقولها هي نصيحة للمرضى اللي بياخدوا مدرات للبول ودايما اللي بياخدوا مدرات للبول دول اللي بيكون عندهم المرضى بتوع ارتفاع ضغط الدم فيه ضرورة لأي حد وديه من الأدوية أو من الأمراض المزمنة زي ما احنا بنقول يعني ما فيش مريض ضغط دم بياخد الدواء كل ما يفتكر لا ده بياخد الدواء كل يوم وحنا كذا مرة في اليوم فيه هنا ضرورة لو انت حضرتك أو حضرتك سواء كبار أو صغرين أو شباب فيه شباب دلوقتي كتير عندهم ارتفاع في ضغط الدم لو بتاخدوا أدوية مدرة للبول يعني اللي هي بتساعد على نزول البول كتير لازم تراجعوا حاجات محددة بالتحليل ولازم تنبهوا الدكتور لكده أو الدكتور أكيد منتبه ولو مش منتبه نبهوه انتو لازم تراجعوا مستوى الكالسيوم والماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والزينك ليه؟ عشان الحاجات دي بيتمنع امتصاصها في الجسم مع الأدوية المدرة للبول زي ما سمعتوا مني في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت فيهمتوا قصدي؟ طيب ايه النصيحة اللي بعد كده؟ نصيحة للزوجات اللي بياخدوا أقراص منع للحمل تمام؟ أقراص منع الحمل ضرورة يعني أي أسرة بتبع عايزة يعني بتنظم النسله وهكذا طيب وهي أقراص منع الحمل مدرة؟ لا مش مدرة بس في ضرورة زي ما تزيل لسه ما بقول على ضغط الدم المرتفع أي واحدة سيدة زوجة بتاخد أقراص منع الحمل لازم تبقى فيه مراجعة دورية لإيه؟ لمستويات فيتامينات به 2 وبه 6 وبه 12 والفوليك أسد والزينك وفيتامين سي عشان الفيتامين سي خلق إحنا يعني تمدي جسمك بيه على طول إنما بقيت الحاجات لازم تبقي منتبهة قوي إنما بقاش فيه عنصر من دول ناقص لأن زي ما سمعته كده وزي ما هترجعه إن شاء الله للسوشيال ميديا عارفين كل واحد من دول إيه؟ هميته للجسم ده بيعمل وظائف رهيبة فيبقى أنت بتاخدي أقراص منع الحمل بتحققي الهدف المطلوب صح؟ ربنا يكرمك ويساعدك ويضلل عليك وبرحمته وأسرة جميلة بتوفوا كل احتياجات أطفالك لكن ما يبقاش حاجة على حساب حاجة النصيحة اللي بعد كده سواء كبار أو أطفال بياخدوا أدوية لعلاج التشنجات في ضرورة لمعالجة مستوى فيتامين دال أو اللي هو فيتامين دي والفوليك أسد وبيت ناشر وفيتامين سي برضو أدوية الحموضة اللي ناس كتيرة أوي بتاخدها عمال على بطال والسبب على فكرة الناس بتاخد أدوية الحموضة ليه؟ عشان الأكل المقلي والأكل الحراء وهكذا بتؤدي إلى نقص الحديد وبيتامين به واحد والماغنسيوم وبه 12 وهكذا أرجوكم برضو النصيحة اللي بعد كده استخدموا المضادات الحيوية المضاد الحيوي ده تستخدموه بتعقل مش بشكل عشوائي مش بشكل متكرر لأن المضادات الحيوية زي ما سمعتوا مني بتؤدي لنقص عدد كبير جدا من الفيتامينات والمعادن في الجسم زي فيتامين A والD وK وB1 وB5 وB6 والفوليك أسد والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والسوديوم والبوتاسيوم كل دول الحاجات المهمة دي تنقص مع الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية برضو المسكنات تؤدي لنقص الفوليك أسد وفيتامين C والحديد دي حاجة مهمة قوي يبقى احنا ما ناخدش مسكنات كتير عشان كمان معدتنا تمام الشاي بكثرة يؤدي لنقص الحديد والزينك والبوتاسيوم الإنوسيتول ده خلاص والإنوسيتول كمان بينقص بالشاي اللحوم المشوية وطهي اللحوم لفترات طويلة بيؤدي لنقص فيتامين B6 والحقيقة أننا يعني في الأيام الأخيرة كده بشوف على السوشيال ميديا إعلانات ومطاعم يقولك إيه السلحمة دي بتقعد تستوي 12 ساعة و14 ساعة آه يا بتبقى طرية وكل حاجة بس انسوا بقى الفوائد اللي فيها عشان تبقى فا مش معنا كده أن احنا نكون قناية بس قصدي خير الأمور الوسط يعني مش لازم أروح أكل لحمة مطهية لمدة 12 ساعة تمام النصيحة اللي بعد كده إن أدوية علاج النقرس لو حد بياخد أدوية علاج النقرس يراجع مستوى اليوريك أسد عشان لو اتزبط ما ياخدهاش من غير لازمة وبرضو ضرورة مراجعة الحديد والبوتاسيوم الناس اللي بتاكل اللب كتير معرضة لنقص الحديد والزنك قللوا اللب أو يمنعوه وفيه أهمية كبيرة جدا زي ما سمعتوا مني في الحلقات للخميرة الخميرة موجودة يعني فيها فيتامينات به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وفوليك أسد وبيوتين وماغنيسيوم أنا بقولي الكلام ده ليه عشان فيه ناس اللي هو ما بيأكلوش عيش خالس أنا ما باكلش عيش خالس ما فيش حاجة اسمها كده الخميرة بتدخل في كل أنواع الخبز تمام وهي لازم تتاكل جوه الخبز لأنها لوحدها كده لا تؤكل حقيقة تمام والأسف الناس دول بينقلوا السلوك ده لأطفالهم فتلاقي الأطفال بيبصوا كده لماما وبابا اللي ما بيأكلوش عيش تمام أرجوكم رجاء خاص وشخصي وحار ارجعوا وشوفوا الحلقات التالتة دي التلاتة الخاصة بالتغذية الحلقة دي الحلقة السابقة والحلقة اللي قبلها وبحب أن نبه حضراتكم ونوه عن حلقة الأسئلة اللي هتكون موجودة إن شاء الله الأسبوع الجاي بشكر حضراتكم جدا جدا وآسف إن أنا طولت عليكم وأثقلت عليكم بمعلومات كتيرة لكن كلها والله للإفادة وعلشان صحتنا وصحت أطفالنا هشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله السلام عليكم